السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وده كاتر عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاك وزمرتك وزينة محمد فرق تاني عليك طبيعي هنشرح النهاردة اخر محاضرة خلاص في الترم اه بعنوان اه محاضرة مهمة يا شباب فيها تركات كتيرة بتجي في الامتحان اه وهقولكو عليها طبعا فخلونا نبدأ نقول بسم الله نبدأ بالاية القرآنية دي الاول بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه وقولي صدق الله العظيم هنتكلم عن ايه نهاردة في المحاضرة هنتكلم عن بسيطة كده نفتكر نفتكر بيها الـ types of joints خلناه في الجرار الاناتومي الاول هنتكلم اساسي بقى النهاردة عن shoulder joint وكمان ال elbow joint والradio ulnar joint والrest joint هنتكلم في الجوينت دي كلها عن الطيب نوع ايه والفاريتي الفاريتي مهمة هي الطيب البون والكابسول والليجمت والريلاشنز والموفمت والارتيري سبلاي والنيرف سبلاي هنتكلم عن كل حاجة من دولة في كل جوينت هنبدأ الاول حاجة بالانترودكشن هنعرف اول حاجة هنه ايه جوينت الجوينت هو عبارة عن المكان اللي بيبقى فيه التقاء عظمطين او اكتر مع بعض site of meeting two or more bones طيب عندنا structures types of joints نفتكر كده انواع الجوينت ايه اللي احنا خدناها كان فيه عندنا الفايبرز جوينت زي السوتشورز كده اللي احنا خدناها في السقل نصفة ثانية فنفتكر كده السوتشورز بتاعت السقل كان نوع فايبرز في عندنا كمان نوع من الجوينت اسمه carteliginous هكمنا بنشوفه فيه ال vertebraries كده في قرات العمود الفقري طيب الساينوفيال جوينت دي بقى اللي هنتكلم عليها النهاردة معظم الفيديو معظم جوينت بتاعت الابرلمب كلها ساينوفيال تمام كانت عبارة عن ايه بقى عبارة على العظمطين هما بينهم ساينوفيال فلويد ده معظم الفيديو نهاردة هنتكلم عن النوع الساينوفيال ده طيب classification of synovial joints ايه انواع الساينوفيال جوينت بقى احنا نتكلم عن النوع بتاع الساينوفيال جوينت بالتحديد قلنا ان انواع ان معظم الجوينت بتاعت الابرلمب كلها ساينوفيال طيب نفتكر بقى ايه عندنا مثلا نبص على الصورة هنا كان عندنا shoulder joint والقلبو جوينت والرست وطبعا الجوينت بتاعت الهندة نفسها طيب نبدأ اول حاجة بالشولدر جوينت شولدر جوينت ده كان نوعه نفتكر كده هو ساينوفيال تمام قلنا ان هو ساينوفيال ده اساسي بس الفيديو بتاعه كان ايه كان عبارة على بولان سوكت بولان سوكت دي مهمة يبقى الشولدر جوينت بولان سوكت يعني بولان سوكت يعني كورة ودخلة في الجرب بتاعها بولان سوكت جوينت وكان اسم ليه اسمي تاني اسمه هيميرو سكابيلر جوينت يعني بيبقى الهيميروس وارتكليش ما بين الهيميروس والسكابيلر طيب يبقى نوعه ايه بولان سوكت طيب تاني جوينت عندنا نتكلم عنه هو الالبو جوينت الالبو جوينت ده كان ما بين الهيميروس والالنا والراديوس كان نوعه هنج جوينت نوع ايه هنج جوينت وليه اسمي تاني اسمه هيميرو alner joint. طيب نتكلم عن ايه تاني؟ عن radio alner joint ox feito unlike on indoor joint there nguze white joint اهو. نلاقينا في الصورة Prime joint. il cuz it b işte ليه اسمي تاني اسمه Radioroad articulation ما بين ال跟 Raz – طيب. نتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم عن wrist joint a wrist joint نوع الابسويد نوع الابسويد يكون الارتكليشن بين الراديوس والكاربالبون طيب تمام مش شرط اول نتكلم عن الجوينت بتاعت الهند نفسها بس نتكلم عن الصمب هنا نوع الجوينت بتاعته يبقى من الاول كده الشولدر جوينت الالبو جوينت اسفل الالبو جوينت نوع هنج جوينت الراديو أولنر نوع بايفت الريست جوينت نوع الابسويد والصمب بس في الهند نوع سادل هنلاقي فيه الجدول هنا انواع الساينوفيال جوينت ما كتبتش هنا الشولدر بس الشولدر معلوم عنه مهمة تمام الالبو جوينت كان هنج والراديو أولنر جوينت كان نوع بايفت والريست جوينت نوع الابسويد والصمب بيبقى نوع سادل تمام الشولدر جوينت الشولدر جوينت مهمة جدا نوع ساينوفيال نوع ايه ساينوفيال والريست جوينت يعني قورة ودخلة في الجرب الكورة عبارة عن ايه الراس والجرب اللي هو السكابيلا البون اللي عندنا العبارة عن ايه والجلونيوت كافيتي طب بيقولك ايه هنا بقى بيقولك ان هو يعني ايه يعني ان هو بيبقى ماسك ماسك في الجلونيوت كافيتي هنا عن طريق في من بارة اهوت من بارة هنلاقي على الطارب كده بالجلونيوت كافيتي حاجة اسمها اللابرام او جلونيوت لابرام اللي من بارة ده ده اللي بيمسك الهيتوف هامرس مع الهامرس بطريقة قوية شوية هو خليه مسك في ومثبته فيه هنقول عن الجاينت ده معلومة ان الهامرس الهيدوف هامرس هنا اكبر من الجلونيوت كافيتي طيب معنى ان الكورة دي اكبر من الجراب بتاعها اكيد مش هتبقى ثابتة فيها بشكل كامل فعشان كده اللابرام اللي بره ده هو ده اللي بثبت الهيدوفيومرس في الجلونايد كافيتي اللابرام يعني زي غضروف كده شوية فالجلونايد لابرام ده هو اللي ماسك الهيدوفيومرس الكبيرة بالجراب الصغير اللي هو الجلونايد كافيتي ده طيب يبدأ كده خلاص البول الهيدوفيومرس والجلونايد كافيتي وانها متسبد عن طريق اللابرام جلونايدل طيب الكابسول بقى بتاع الشولدر جوينت الكابسول عندنا بيقولك ان هو بيمسك في الهيدوفيومرس هنا هوت ماسك في الهيدوفيومرس ورايح على الطرف بتاع والمارجن بتاع الجلونايد كافيتي يبقى بيبقى ماسك هنا هوت هننقف الصورة دي بيبقى ماسك في الهيدوفيومرس هنا ويروح ماسك في الجلونايد كافيتي من بره فيعملي الكابسول بيبقى عبارة عن ايه بقى؟ بيبقى مازك في الهيدوفيوميرس ويروح يمسك برضو في المارجن بتاع الجلونويد كافتي مارجن اللي هو الحارف يعني بتاع الجلونويد كافتي طيب هنقول لك في معلومة مهمة عن الكابسول هنا انه بيحصل فيه بيرفوريشن البرفوريشن ده يعني بيحصل فيه اختراق ايه البقى اللي معدي من الكابسول ده هنلاقي عندنا حاجتين اول حاجة اللونج هيدوف بايسيبس معدية مخترقة عاملة بيرفوريشن للكابسول ده ومعدية منه وهنلاقي كمان هنلاقي فيه حاجة اسمها بيرسا البرسا ديت زي كيس كده بيبقى ما بين الكابسول والعضلات بيبقى ما بين الكابسول والعضلات اي كابسول وعضلة في الجسم عندنا بيبقى فيها بيرسا البرسا دي بتمنع احتكاك العضلة بالكابسول عشان ما تقزيش العضلة نفسها فهي وصيلة حماية شوية ففي عندنا اتنين بيرفوريشن هنا البرسا ديت واللونج هيدوف بايسيبس عاملين بيرفوريشن للكابسول بتاع الشولدر جوينت يعني مسكن فيها واختراقنا ومسكن فيها عشان يبقى متسبت فيها شوية الربسا ديت زي كيس 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 كوب بواسطة ايه البرفوريشن بيحصل فين بالسطفات والسابسكابلائر بيرس Index البرسا ديت ما بين ايه ما بين الكابسولнизيнов ١ᵉل δي و العضلةatti موجود في السابيسكبيلس عضلة في السابيسكبيل Mountain ما بين العضلة و الكابسول سابيسكبيل الرابط معلومة مهمة نركز فيها الم테리ات questão كل جوينت مهم. الطايب والفاريتي بتاع كل جوينت مهم. والفاريتي ده ممكن تحفظه من الصورة في السلايد الاولانية اللي احنا جمعناهم في ها كلهم. تمام? والابرامجلونايدل دي مهمة برضو. والبرفريشن والكابسول برضو مهم. كل مهم. طيب هنتكلم كمان عن عندنا تلاتة مهمين. في كتير طبعا. بس اهم تلاتة بتاع شولر جوينت. في عندنا تلاتة. اول واحد اسمه جلينوهيومرال لجمينت. الجلينوهيومرال لجمينت من اسمه بيبقى ماسك فيه الجلونويد من هنا ويروح ماسك فيه الليسر تيبيركل بتاعت الهيومرس. جلينوهيومرال. جلينوهيومرال من الجلونويد كافتي وماسك فيه الهيومرس. اللي هو ده كله. تمام? ده كله الجلونويد او الجلينوهيومرال لجمينت. طيب. عندنا كمان لجمينت اسمه elk我很 anchor الخطوط يمسك فيهم في الجلون الكافتي الخطوط 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 يقومون الليجمنت ماشي بالعرض كده عملت ترانسفيرس ليجمنت طي ما عدي فين بقى بيبقى ماسك ما بين التوليبس بتاع الهيومرس ادي الميدي الليب وادي اللاترال ليب بيبقى ما بينهم وما يعدي في النص ما بينهم ايه البايسبس تندن البايسبس تندن فوقه ايه الترانسفيرس ليجمنت طيب كده خلاص الليجمنت طيب نتكلم بقى عن الستابلتي شوية بتاعة الشولدر جوينت الشولدر جوينت ده فيه استابلتي كده وماسك نفسه وثابت هقولك ان الشولدر جوينت انستابل لو نفتكر ان انا قلتلكو الهيومرس كانت اكبر من الجلونات كافتي فده سبب من الاسباب ان نخلي الشولدر جوينت انستابل طيب فيه كمان اسباب فيه سبب ايه ان الويك ليجمنت الليجمنت اللي عليه من بره ديت مش قوية لدرجة ان هي تخلي الشولدر جوينت ماسك وثابت طيب ده ليه ميزة وعيب تمام العيب بتاعه انه بيخلي الشولدر جوينت انستابل يعني ممكن يحصل له خلع في الكتفة في اي وقت صح طيب فيك كمان سبب اللي هو الويك كابسول الويك كابسول ده انه بيقولك ده الكابسول بتاع في الصورة اللي فاتت الكابسول اهوت سانية ادي الكابسول بتاع الشولدر جوينت هنلاقي من فوق مجدود كده ومفوش حاجة خالص مجدود وتمام بس من تحت هنا هنلاقي فيه كده هنلاقيه كده مش مش مجدود زي هنلاقيه مرتاخ شوية فيه ارتخاء شوية طيب الارتخاء ده برضو سبب من اسباب انه هو يكون انستابل طيب انا قلت انه ميزة وعيب الميزة بتاعته ان هو العيب بتاعه الاول العيب بتاعه ان هو بيخلي الشولدر جوينت ممكن يحصل فيه خلع في الكتفة في اي وقت يعمل تمام الميزة بتاعته انه يخلي الحرقة فيه سهلة يعني الشولدر جوينت ده بيعمل كل الحركات اللي انت تتخيلها بيعمل 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 حركة اسمها بيعمل حركة دائرية ممكن تعمل دايرة كده تحرك ايدك وتعمل بيه دايرة في كل الاتجاهات فدي دا الميزة بتاعت الشولدر جوينت ان ان هو انستابل اه بس اكيد الانستابل ديت ليه الفايدة بتاعته ان هو ايه خليك تحرك كتفك بسهولة في اي اتجاه والعيب بتاعه ان هو ممكن يحصل فيه خلع في الكتفة بسهولة لانه مش ممسوك كويس اه طيب انا اقولك ان هو سابورتت بايه بقى الشولدر جوينت الشولدر جوينت اكيد متسبت بحاجات يعني مش هنسيبه هو كمان مرتخي وانستابل ومش هنسيبه من غير ما يكون مدعوم كمان لا اه مجموعة من المسلز عملاله سبورتنج طيب ايه اللي حوالين بقى الشولدر جوينت دا هقولك ان فيه الروتيتور كاف مصل العضلات بتاعت الروتيتور كاف مصل دا بنفتكر ايه هما كان الروتيتور كاف مصل عندنا ان هما اللي فوق دا السوبرا سباسكابيولاريس ايه السوباسكابيولاريس من الانتيريو سيرفس ومن البوستيريو سيرفس بتاع الاسكابيلة هنلاقي الانفرا سبايناتوس والسوبرا سبايناتوس اللي هو العضل اللي فوق الاسبايين بتاع الاسكابيلة والعضل اللي تحت الاسبايين بتاع الاسكابيلة وكمان عندنا التير سمايلر من هنا التيني سمايلر برضو من ضمن عضلات الكاف مصل يبقى سبورتت باي ايه روتيتور كاف مصل وقلنا ايه هما طيب بيثبت بايayı تينية تيني هنلاقي اللonge head of بايسبس برضو بتعدي اهوات لاره بتعدي على الصدر جواند حنلاقي كمان اللي clonch head of triceps بس من ورا تمام اللي cela كمان ال McGheade of triceps برضو Fair الاكروميون تمام تمام يبدا ساپورتد واي اي روتيتور كاف مصل واللونجهيد فوايسيبس واللونجهيد فتريسيبس والكراكوائيبوسيس والاكروميون والكراكو اكروميون لجمنت تمام عندنا كمان هنتكلم شوية بالتفصيل كده نعرف البيرسة اللي موجود عندنا فيه ده عندنا ثلاثة من البيرسة اول واحدة كنا تكلمنا عليه اصلا هو صابيسكابيلر بيرسة وققنا انه هو اديب لصابيسكابيلارس مصل اللي هي دي دي صابيسكابيلر بيرسة اللي موجودة ما بين ايدي العضلة دي تتندل بتاع العضلة اللي هي صابيسكابيلرس وما عندي تحتها هوت البيرسة وهي فصلة الفصلة ما بين العضلة وا الكابسول عشان ما يحسنش ايه احتكاك ما بين العضلة وكده. فالبيرسة تسمى صب播?. عندنا كمان عندنا تبقى موجودة ادي مصل وهي. الانفراص بين temps مصل. ماسل بيبقى تحتها الانفراص بيناتز بيبتو والانفراص بين user. عندنا كمان السوبراس بينة بيرس. ادي السوبرس يبقى موجود تحتها برضو يسمى سوبرا سبايناس بيرسا. تمام. عندنا بقى. ايه اللي موجود حوالين ده من قدام ومن وره من فوق من تحت. عندنا من قدام قلنا انه هو اهوات. هنلاقي عضلة هيت معادية من ورح همسكها فيه. طب عندنا من وره ايه? عندنا من وره الانفرا سبايناتس والتيريس ماينور. عندنا من وره الانفرا سبيناتس والتيريس ماينور. بتعدي على enquanto جونت. طب من فوق من فوق هنلاقي هنا السوبرا سبايناتس. هنلاقي السوبرا سبايناتس مسألة هنا ما عنديها من فوق الله. نزلة من تحت الاسباينتهى. convincing ومسكة في Charlene. من فوق. ومن تحت هنلاقي بقة ايه هنلاقي الاكزالي ثير garbage humeral vesils هنلاقي الveamen بالتاقة Stars with the axilla منطقة الأجزلة. متعدي من تحت كده من تحت الشولدر جوينت. يبقى من تحت يعدي ايه? يعني بيعدي اللي بتبقى ما شافيه منطقة الأجزلة. تمام تمام. هنتكلم كمان عن في منطقة الشولدر جوينت. منطقة شولدر جوينت بيحصل فيها الاستموزس حوالين الشولدر. بيحصل فيها هذا التناس الليره استموذج مرتبطين مع بعض هذا التناس الليره استموذي L- przycumflexum HI between an ötros ثم بتطلع منه تفرعات كتير هناك بال concerned which one anterior circumflexum posterior circumflexum posterior p.er illness يتعاملون الاسموزز مع بعض ويوصلون ببعض واحد من قدام واحد من ورا ولفين حوالي الهوميرس من فوق اهوت يعني مزكة في الناحية الهوميرس عندنا كمان فوق هنا بيطلع تفرع اهوت اسمه السوبراسكابيلر آر تري السوبراسكابيلر ده يعني بيعدي فوق السوبراسكابيلر من فوق ويروح لغزي السوبراسبينيتوس مسل سوبراسبينيتوس مسل دي موجوده فين مش قولنا من ضمن الانتيريور بتاعوا الشولدر جونت يبقى هو كمان بيغزي الشولدر جونت عندنا ايه الارترى الانتيريور سركمفلكس ويوالبستيريور سركمفلكس ويعملنه الانستموسس مهمة دي فيه الانستموسس وفيه كمان السوبراسكابيلر آر تري النروس بقى اللي بتعدي على الشولدر جونت هنا ايه عندنا 3 درست اول واحد اللي هو الأكسيلرى نرف где حلقة منطقة الاكزيرررررررر اهوة الصغيرة الأصفر ده ده اللي يبقى ماشى مع وعندنا كمان منتعت تهوات النازل تحت اسمه musculocutinous nerve يبقى عندنا axillary nerve و musculocutinous nerve و كمان عندنا واحد اسمه suprascabular nerve أولينا اسمعت suprascabular artery كان artery فيه كمان suprascabular nerve يبقى ماشي مع بعض ادي suprascabular artery و ادي suprascabular nerve يبقى ادي كمان nervous بتاعت المنطقة shoulder joint هنتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا و بيجي فيها اسئلك تدير في الامتحان الموفمتس عندنا shoulder joint قلنا ان هو بيعمل كل الحركات اللي انت تتخيلها flexion extension abduction adduction medial rotation lateral rotation circumduction طيب عندنا كل الحركة من دولك بيعملها مجموعة من العضلات طب نعرف العضلات ازاي و هنحفظ ده كله ازاي اقول لك انه انت بتتخيل العضلة هتتتخيلها ازاي ان انت عارف العضلة مكانها فين انت بتتخيلها صورة في دماغك العضلة مكانها فين والعضلة مكانها فين والورجن بتاعها فين والانسرشن بتاعها فين لو انت عرفت الورجن والانسرشن بتاعها هتيجي تحرك دراعك مثلا جاهلك سؤال مثلا بيقولك حركة الفلكشن دي بيعملها انه عضلة تمام عندك حركة الفلكشن بيعملها انه عضلة و جايب لك اختيارات كتير جايب لك مثلا نعمل واحدة و اعطا انا بيعمل شخص و او او ان يتخيلها حركة الفلكشن ها اعمل حركة الفلكشن هتعمل حركة تخيل ان انت بتعمل حركة الفلكشن وتشوف الورجين والانسيرشن لو قربوا من بعضا للعضلة مسلا انت خطرتها مسلا هنتكلم هنفترض ان ايه البكتوراس ميجور وهي البكتوراس ميجور صح هنعمل فلكشن انت قربا وانت قعد دلوقتي كده اعمل فلكشن بنرفع ايدنا الفوق طيب قربنا هنلاقي ان الورجين بتاع البكتوراس ميجور هو فين موجود في الستيرنم والكلافيكل صح والانسيرشن بتاعها فين في الهيومرس ايا كان بقى او كده ماشي بس الموجودة في الهيومرس طيب احنا عايزين نقرب الهيومرس من منطقة الكلافيكل والستيرنم كده فهنعمل ايه احنا بنرفع ايدينا الفوق فلاي ايدينا بتقرب وهنشوف فيديو كمان على الموضوع ده هتلاقي العضلة بتاعتها بتقرب من بعض او بتصغر في الحجم طيب العضلة صغرت في الحجم ايه وهي بتعمل تمام خدنا وقت طويل فيها بس هنشوف لها فيديو كمان وانفسر موضوعنا بقول لكم زي تتخيلوا ده بس نعرف ان الفلكشن بيعملها البكتوراليس ميجر والانتيرير فايبرز of deltoid ال deltoid دي سهلة جدا وسهلة تحفظها ال deltoid ديها ثلاثة fibers الانتيرير فايبرز و الميتال فايبر و البستيرير فايبرز الانتيرير فايبرز بتعمل فلكشن وادكشن وميدا الانتيرير فايبرز بتعمل فلكشن وميدا التعامل فلكشن وميدا التعامل الانتيرير فايبرز بتعمل ابداكشن abduccion الفتيرير فايبرز بتعمل ايه بتعمل extension و lateral rotation احفظها كده ال deltoid بتعمل الانتيرير فايبرز التعامل ايه femedile و ال middial عددكشن البستير فايبرز تعمل extension و lateral يبدأ دي الدلتويد فقد حفظناك البحث السؤال عليها بال tuv Effects بيعملها ايه .vocبق residential acc tun obtation بيعملها تلات اعضلات او تلات انواع منها اى هما بيبقى 3 درجات من الحركة يعني من 0-15 يبقى الحركة دي في 3 مواضع من 0-15 ومن 15-90 درجة ومن 90-180 درجة طيب من 0-15 ايه العضلة اللي بتعمل الابدكشة من 0-15 هي السوبرسبايناتوس السوبرسبايناتوس هي اللي بتعمل الابدكشة من 0-15 طيب من 15-90 من اللي بيعملها اه بتعمل الابدكشة من 15-90 درجة طيب اللي بيعمل بقى من 90-180 درجة اللي هي اخر حاجة خلاص اللي هو 90-180 درجة بيعملها الترابيزيوس ويسراتيس اه اه مصل. طيب بيقولك ان من 90-180 درجة بتعمل الابدكشة بس بيحصل اه روتيشن في الاستكابيلا هقولك ان من من 0-90 اللي حركة من 0-90 تبقى بيتحرك فيها الجزء الاكبر اللي بيحركة ايه هو الهومروس وي الشولدر جوينت طيب من 90-180 هقولك ان الهومروس والشولدر جوينت بيتحركوا بس الاكتر بتكون الاسكبيلا بيحصل rotation في الاسكبيلا. مش مهم الجزئيه دي خاص مهم نعرف ان من 0-15 سبرا سبايناتوس ومن 15-90 متال فايبرز of deltoid ومن 90-180 الترابيزيوس والسيراثوس مصر. وبيحصل rotation في الاسكبيلا من 90-180. لايه الاسكبيلا كده ايه? اتحركت وعملت rotation يعني لفت. rotation يعني لفت كده. طيب quisire rotation الم şeyler يعملها البيكتريلس بيجور ولايتمس درساي الطيب ايه بدل العديца اللي بيعملها بيبجور عليés الأول مالم الحركات اللي بنحرك فيها إدينا بدل البيكتريلس Бايتمس درساي عشان يمنز مع ايه بيتقرب الورجنت والشالب وتعالى العضلة وهي التسميس دورساي برضا. طيب يبقى لاحظنا هنا ان الـ media rotation والـ adduction نفس العضلات نفس العضلات صح يبقى الـ adduction والـ media rotation اللي هو بتخلي قدينا تدخل لجوه كده من ناحية قدام فبتعمل ايه اللي هي حركة الـ adduction والـ media rotation بيعملها ايه transmajor والtears major والـ latism دورساي طيب الـ extension لاحظنا ايه اللي هي برضو tiers major والـ latism دورساي بس بيحصل كمان الـ posterior fibers of deltoid نزود عليها يعني posterior fibers of deltoid طيب الـ lateral rotation اللي بيعملها الـ inferous pinatus والـ teres minor الـ lateral rotation اللي بيعملها الـ inferous pinatus والـ teres minor الاتنين موجودين في نفس المنطقة في الـ posterior surface تعليل scapula inferous pinatus والـ teres minor الاتنين بيعملوا lateral rotation طيب حركة كمان الـ circumduction اللي هي حركة في جميع الاتجاهات ديات حركة دائرية بيعملها برضو shoulder joint طيب في الفيديو هذا هنشوفي الـ movements بتاعت العضلات هنا بيورينا ايه بيورينا ايه بيورينا ايه ادي اعضلات السابس كابيلارس وادي السوبراس بايناتس مصل و كمان بيورينا ادي السوبراس بايناتس والـ inferous pinatus والـ teres minor دولة العضلات اللي بيكولوني الكاف مسل اه بيعملوني طيب دلوقتي هيورينا ايه بقى العلامة الحمرة اللي هتظهر ديت هي دي الـ origin بتاع العضلة والعلامة الموف هي الـ insurgent بتاع العضلة ديت الـ teres minor والـ inferous pinatus مصل اما يجي يعمل حركة الـ lateral rotation اهو هنشوفي العضلة بتقصر اهو ادي الـ lateral rotation بيحركة في الورا يعمل لنا lateral rotation فهنلاقي العضلة بتقصر هي دي حركة الـ lateral rotation طالما العضلة اصرت قربت الـ origin والـ insertion من بعض فعمل لنا الحركة طيب هنا السابس كابيلارس برضو الـ origin والـ insertion قربوه من بعض في حركة الـ medial rotation اهو بيبين لنا الـ medial rotation مي اه الـ origin والـ insertion بيقربوهم بعض فعمل لنا medial rotation برضو هنا الكراكوبراكيالس مصل هي ويه الـ بكتراليس ميجر ادي اهيات ادي عضلة الكراكوبراكيالس ويهو كمان البكتراليس ميجر ايوا ده الـ origin بتاعها الاحمر والموف ده الـ insertion بتاعها اما يجي يعمل الفليشن هنلاقي الـ عضلاات بتقرب من بعض اهو هنلاقي العضلة بتقرب من بعد الـ insentio 배قرب من بعض في حركة الفليشن في عامل لنا اي de انf pulsation برضو في حركة العضلات háآل اه الحركة العضلات called viene بتقرب من بعض الـ origin الا2017 بيعارب من بعض في عضلة الـ طب هنا برضو هيبين لنا اي Dieux ميجر. اهو ده الارجن بتاع الاحمر والازرق ده هو الانسورجن. هاي بيالينا التيريس ميجر وكمان عضلة ايه? وعضلة الليتسمس دورزاي. اللي الارجن بتاعه في اهيت. الليتسم الدورزاي. الارجن بتاعه الاحمر ده في الفيرتيبريز. وفي البيلفك من ورا. ملفوس من ورا. والانسورجن بتاعه في الهومرز. هوت لما يجي اعمل الاكستنشن بقى ايدي ترجع الورا. شايفيني السهب ايدي ترجع الورا. فالارجن والانسورجن برضو بيقربوا من بعض. فهنا برضو بيعمل لنا اه حركة الاكستنشن. العضلطين دولت. برضو هنا اهوت. ادي السوبرا سباي نيتس. ادي الاحمر ده الارجن والانسورجن في الهومرز اهوت الازرق. برضو وي الدلتويت كمان اهوت. بيبقى لنا الارجن بتاعه في الكلافكل والاكروميون والاسباين بتاع الاسكابولا. والانسورجن بتاعه في الهومرز اهوت. لما يجي اعمل حركة الابدكشن بقى. الابدكشن بقى. الابدكشن خصوصا في الدلتويت. هيعمل انه حركة الابدكشن. طيب دي حركة ايه بقى? دي حركة الابدكشن بتاع الشولدر جوينت. اللي هو حركة دائرية كده في كل اليتكات. يحرك ايده كده. تمام? بس كده شباب. تاني جوينت معنا هنتكلم عنه النهاردة هو القلبو جوينت. القلبو جوينت قلنا انه نوعه ساينوفيل ده خلاص عرفناه والفاريت بتاعه هنج من اول آآ خالص عرفنا كل جوينت منهم نوعه بتاع اين. دلوقت برضو هنتكلم عن البون بتاع الالو جوينت. البون بتاع الالو جوينت عبارة عن الارتكليشن ما بين الهومرس والالنة والرديس. طيب ايه بقى في الهومرس بتاع الهومرس هنا بيبقى فيه التروكليا والكابتولام. والتروكليا دي بتمسك في او بتعمل الارتكليشن مع التروكيلر نوتش في الالنة. والكابتولام بتعمل الارتكليشن مع الهدوف ريديس. طيب يبقى البون دلوقت بتاع الالو جوينت ايه عندما يسمح المكان الفراغ يوفر طيب نلاقي الكورانويد بروستس يبقى ادي الكورانويد فصة وادي الكورانويد بروستس طيب الكورانويد فصة دي بقى من فوق هكذا ده اللور اند بتاع الهيمرز هنلاقيه بقى فوق الفصة ديت هنلاقي الكابسولة بتطلع من المورجن او ابوف الفصة يبقى الكابسول بيطلع منين في اللور اند او هيميرز ابوف الفصة ابوف الفصة من فوق من هنا وهنلاقيه بقى ايه هنلاقيه ماسك في المورجن او الحدود بتاعت الكورانويد بروستس من قدام ومن وراء بقى هلجئ محسك في يبقى من قدام هلقى اباف الفصه بتاع الكورونايد بروسس س ومن تحت متاعك في الكورونايد بروسس س من قدام ومن وراء هللقى معد على المارجن بتاع ملى مرة افكورونايد بروسس his وبادي الحدود بتاعة الكابسول بتاعة القلبجج طب هنتكلم كمان عن الليجامنت الليجامنت بتاعة القلبجج اتنين former collateral ligament والradial collateral ligament طب نمص على الصورة ادي القلبو اهوط هنلاقي في ناحية medial ulner collateral ligament وناحية lateral radial collateral ligament طيب الأولنر collateral ligament ده مسك فين ادي الحتة دي او جزء ده اسمه medial ebiconveil ودة لاترال ابي 큰 dileت كلت دولة بتعود الهومرس دولت بدخر الهيموراس ،الميديهال ابي كنضي 요ضيح يبقى ماسك في القلنار كولاترال الي جميلة من فوق طيب من تحت يبقى ماسك في النقطه EVERY ماندة من فوق من قدام والأولوكرياني بروساس من ورا طب الradial collateral ligament يبقى يسك من فوق في الـ lateral epicondyle ومن تحت ماسك في annular ligament of radius تمام نركز في الحطة دي ماسك في annular ligament مش في head of radius لا في annular ligament of radius طب ايه الانular ligament ده؟ ده ligament موجود حوالي يسروند ال head of radius يبقى الradial collateral ligament ماسك فين؟ lateral tip of lateral epicondyle ومن تحت ماسك في annular ligament مهم دي ماسك في annular ligament تمام ال relations بتاع بتاع ال elbow joint يعني ال relations يعني من قدام ايه اللي موجود قدام وميه اللي موجود من posterior surface وال lateral وال medial طب قدام موجود ايه؟ قدام موجود حاجز مال الكيبة الفصة الكيبة الفصة دي نتواخدينها طبعا طب محتويات هينفتكر كانوا بيبقى فيها عضلات ونيرجوي طيب العضلات باقي موجود فيها 3 عضلات اول حاجة اول عضلة عندنا لو منبص من فوق كده هنلاقي فوق البون على طول فوق الهيمرس على طول هنلاقي العضلة دي العضلة دي اسمها ايه؟ brachialis muscle هنلاقيها هنزل ايه تحت اللي تحت دي فوق ال elbow joint على طول ومن فوقها هنلاقي البايسيبس طب البايسيبس كلها بتعدي على ال elbow joint لا هنقولك التندن بتاعها التندن بتاع البايسيبس هو اللي بيعدي على ال elbow joint يبقى brachialis muscle والتندن وهي كمان عضلة هنا اسمها spinator muscle طب هنلاقي كمان بيعدي نيرف وارتري ايه النيرف اللي بيعديه؟ هنلاقي ال medial nerve ال medial nerve اهوة الاصفر ده هنلاقي ده ال medial nerve وهنلاقي جنبه brachial artery اللي هو الاحمر الكبير الواضح ده ده brachial artery وجنبه ال medial nerve يبقى anterior surface او anterior relation بتاع ال elbow joint بيبقى في ايه؟ القيوبة الفصل ده محتوياتها ايه؟ brachialis muscle tendin of biceps و sphenator muscle ويعد كمان ال medial nerve و brachial artery طب ال lateral surface بيبقى موجود حاكتين common extensor origin وال radial nerve ايه ال common extensor origin ده؟ common extensor origin هو المكان اللي بيطلع منه extensors muscles المسل اللي بتروح ال 4 arm يبقى المسل اللي بتاعه المسل اللي بتاعه ال 4 arm بيبقى مجمعين فوق كده في مكان اسمه common extensor origin و كمان بيعدي irradiant nerve في lateral surface أو lateral border طيب ميديا اللي بيبقى موجود ايه؟ موجود ال common flexor origin و irradiant ulnar nerve طب ال ulnar nerve طب ايه ال common flexor origin؟ هو ال common المكان المشترك اللي بيطلع منه العضلات اللي بيبقى ايه؟ اللي بيبقى ايه ال abogoint. nhânشوف كمان بقى اي الموفمت بتاعت ال ال abogoint. قلنا اي موفمت عندنا مهمة جدا. ومهمة نعرف العدالات اللي بتعمل الحركات بتاعتها. طب عندنا بالجادة الetzاء لو نفتكر كان نوعه ايه? كان نوعه بالفارس بتاعه broadcast تمام? والهنج ده بيعمل حركتين بس. الحركة في اتجاهين. حركة بيعمل حركة في اتجاهينragenو. بيعمل ايه العدالات اللي بتعمل الفلكشن بقى. يعني الاساس سوف نجد اساسي هو البراجاجيالس مصل والعمل دي البراجاجيالس مصل تتعمل البريكيالس مصل والبايسيبس برونيتد والبراكيورادياليس موجودة في الميد برون مزيشن. طب الاكستنشن بيعملها اي عضلتين بردو? الترايسيبس ماني والانقنيوس مصل بتعمل اكستنشن هي كمان. هي بقى الاكستنشن بيعملها ترايسيبس والانقنيوس. وبيعملها حركة ايه? فليكشن و اكستنشن. طب الارتيري سبلاي بقى. الارتيري سبلاي هنلاك كده اتكلام شوية ملعبك وطويل وكبير كده. مسلا ايه? دلوقتي سهل وانعرفوه من الرسمة دي. طيب عندنا اتنين ارتيريز اساسيين اهوت. الكبير ده اسموه البريكيورادي. وادي الصغير الرفيعة الطويل ده. ده البورفاندا بريكيوري ارتيري. كل ارتيري من دول من الاتنين دولات بيطلع منه متفرعات. التفرعات دي بقى هي اللي بتروح للبجعت وبيتغزي المنطقة دي. طيب ايه التفرعات اللي بتطلع كالاول البريكيورادي ده بيطلع منه اربع تفرعات. اثنين بينزلوا. اثنين موجودين من فوق و اثنين موجودين تحت. اللي موجود فوق دولة اسموه مين? اللاترال. تمام? واللي تحت اسموه ري Corona. آآ يعني ايه اللاترال. يعني بينزلو ويعدو حواليين حاجة. يعني باب Awards يعني بيطلعوا الفوق يعني بيغيروا اتجاههم ويطلعوا الفوق. طيب نشوف اللي بينزلوا لتحت دولات اثنين من فوق و اثنين من تحت. اللاتنين من فوق اسمه ايه؟ superior-aller-collateral والثاني اسمه inferior-aller-collateral يبقى اسمه ايه؟ superior-aller-collateral و هذه inferior-aller-collateral طيب من تحت بيطلع ايه؟ بيطلع anterior-aller-recurrent وبنتحت posterior-aller recurrent طيب قلنا ده anterior وده posterior ليه؟ anterior عشان بيطلع من قدهمه posterior عشان بيرجع لهورا يبقى anterior اسمه anterior-roller-recurrent recurrent يعني طائب الفوق وهذه posterior ulnar recurrent يعني برضو طالع لفوق ومن ورا طب كده خلصنا الbranch بتاعت brachial artery انه ما كانوا ايه superior ulnar collateral وهذه inferior ulnar collateral ومن تحت ايه هذه anterior ulnar recurrent وهذه posterior ulnar recurrent طب البرفندا brachioi artery برضو بيطلع من دفراع من فوق ومن فوق اسمهم يبقى 1 anterior 1 posterior الانتيرير اسمه ايه anterior descending branch of perfunda brachioi والبستيرير اسمه posterior descending branch of perfunda brachioi هذه هوات anterior posterior descending branch of perfunda brachioi طب من تحت بيطلع ايه بيطلع قلنا اللي بيطلع ده اسمه recurrent اللي بيطلع اسمه recurrent واحد اسمه radial بيبقى طالع نحية radius كده واحد بيبقى طالع نحية interaussis membrane كده فبيبقى نسميه interaussis recurrent برضو عشان طالع و interaussis عشان نحية interaussis membrane فده اسمه radial recurrent وده اسمه interaussis recurrent يبقى البرانش اسميه ايه anterior descending branch of perfunda brachioi و هذه الصباح posterior descending branch of perfunda brachioi ومن تحت بيطلع ايه radial recurrent وinteraussis recurrent يبقى كده الارتريار سبلاي بتاع الا البو جوينت خلاص خلصنا النرف سبلاي بقى ايه كل النرفز اللي احنا نقولها دلوقتي احنا عارفينها ونقوله تماما اللي ورا الأصفر الصغير ده اسمه الألنر نيرف وهدي الكبير الواضح ده ده الميديا النيرف وده اللي طالع ده ما بين العضلات ده اسمه ماسكولو كتينوس نيرف ليو يغامل العضلات الشيء Weber لي ostعلا لنا مميجود للعضلات اسمه نادخل علي ثلاثة حنو الغابة المشيط يوجد مت Renee سوف توقف من rule مميجود من rule superior موجود منه superior radio under joint و inferior radio under joint وموجود في النصة كمان middle radio under joint طيب نتكلم عن superior دلوقتي superior ده نوعه صينوفيل وأن radio under joint كله نوعه بايفل تمام والبون بقى البون بقى اللي بيكون لي مطقة superior radio under joint ده يبقى موجود ما بين ال radius والألنة طيب هنلاقي ان ال 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 وموجود على الألنة من فوق اسمه وسميه راديال نوتي يعني اللي يدخل فيه إلنا يبحث عندنا اغلق من وتدخل فيه ضرراديال نوت افالل nos بقتنا في راديا ولل موجود اعتنائي موجودة 2 اللي جيمتيت انكلمنا عنه في الاول فانو hype الت bekommt حوله اسمو ايه اسمو كو Ferrari ده يعني شكله رباع شوية كده. موجود ما بين الهدف راديس والألنا. بيربوط ما بين الهدف راديس والألنا. يبقى. يبقى الموجود عندنا ايه? والكوادريت لجمانت. اهوات انا لاقي في الصورة عندنا اهوات الانيولار لجمانت. والهدف بتدخل فيه. تمام? تمام. عندنا النوع التاني من الراديو ألنا جوينت هو الانفيريور. الانفيريور موجود من تحت الطيب بتاعه سينوفيل والفعيوط بتاعه بايفت برضه. البون بتاعه ايه؟ بيبقى موجود. البون بتاعه الهدف النا والهدف النا اللي داخله في النا the beam of radius. تمام? ادي الهدف النا كانت الراديس هي اللي دخلة في النوش تحت الألنى هي اللي دخلة في النوش يبقى تحت هنا موجود ايه الهيد تفق القلنا دخلة في الألنى يعني ال الرادى يعني ايه على ال us يبقى اسمه ايه باسمه؟ كانم تسمينه باسمه ألنى. نوع 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 أو رادى يبقى ادي الهدف قلنا ودي ان ITوخلا في الالناج موجود ايه كمان اللبني ده اسمه Articular Discs يبقى معود تحت الهدف القلنا يبقى البون الموجود في الحتة دي إيه الهدف القلنا ودي الالناج والدسك الموجود تحت الهدف القلنا تتسبدأ بتاعت الراديو القلنار جوينت الراديو القلنار جوينت بيعمل حركتين طب لو نفتكر كده كان فيه معلومة بتقول ان القلناة ثابتة لكن هي اللي بتتحرك يهل الا سابتة والرادياس هي اللي بتتحرك طب اين العضلات اللي بتحرك لي هناك عضلات بتحرك اللي بتعمل لي في عضلات بتحرك اللي هي اللي بالتحمل للرادياس فتعمل علي طب البرونيشان بيعملها なので برو نيزيلية تمام وهو الكواجرتيس وكمان عضلة اسمها الذهب رادية مش grandmother في الماذيسكو بأيض ان احنا قلناها كده في السلايودز اللي فاتت البرachioradiallis الماذيسكو اللي بيعملها Impulsor식 وبنهاك ا Pediatura ele empezar وبنهاك ايضurn ايضاك كمان بتعمل هنلاحظين ن الحضن ان المشتركة الدكتور فالerengin وبنهاك هي موجودة في الماذيسكو يعني Christ's سهل يبقى سماوة البرانétر التيريس والقودريس والبركيوراديالس 이에 lugar السبانيتر والبايسبس والبركيورادياليث في الاثنين فندخل على الثالث نوع الراتيوالنر جويند هو الميدل الميدل راتيوالنر جويند ده بيكون عبارة عن انتر اوسيس ميبران التغشاء هي مغشاق ماسك الألنة بالراديوس نوع فايبرز نحن نجد كلمة Fibros مختلفة عن البيئة نحن نقوم بإمكانك نوع joint synovial هذا هو الوحيد المختلف عنهم كل joint الأبرال لهم بكلهم synovial معده Middle radial joint نوع E Fibros و له اسم ثاني مهم جدا اسمه interosis membrane يبقى الاتتشمنت بتاعه يبقى ماسك بابين إيه؟ الانتراوسيس ممبرين ده يبقى ماسك البوردرز بتاعه ال radius والألنى ببعض وهنلاقي Directed Downward Medial ده كلام ايه شوية داش بس اللواء سهل يعني تدخيلها بالصورة بيبقى نازل تحت كده Downward و Medialي ناحية الميديا بتاع الألنى كده هنلاقي Downward و Medialي طب هنلاقي pierced by anterior enterosis artery يعني هنلاقي من قدام هنا ماشي من ناحية anterior surface هنلاقي اسمه anterior enterosis artery من اسمه كده يعني الارتري بيعدي قدام الانتراوسيس ممبرين فهنسمي باسمه anterior enterosis artery طيب الانتراوسيس artery بقى بيقولك انه هو بيخترق الغشاء ده ويعدي الوراء هنلاقي هنا في الانتراوسيس ممبرين فتحات كده الفتحات دي بقى الفتحة ديت هي هيعدي منها الانتراوسيس artery ويرجع لي البستيريس سيرفس يبقى ويرجع لي وراء طيب هنشوف هنا بقى الريلاشنز بتاعة الريلاشنز هنلاقي في الريلاشنز من قدام هو الريلاشنز من وراء الريلاشنز من قدام الانفرونت هنلاقي في عضلتين ومن وراء هنلاقي أربع عضلات فمقود من قدام هنلاقي عضلتين هي هم العضلتين هنلاقي و.... الفلكسو البولوسيس lungس و الفلكسو دي جيطورا برفانأس البولوسيس لونغس يعني عضلة طويلة كده وبتروح بصوب Inner السبع الكبير في الايد و دي جيطورم برفاندس هنلاقي عضلتى DI جيطورم كبيرة وتغطي معظم السطح بتاع الريدي اولنر كدا الريدي اولنر Krati فالعضلتين اللي من قدام فالرجسو الفلكسو دي جيطورا برفاندس يعني هنلاقي كده من ورة العضلات اللي موجودة اللي موجودة فيه البول على طول هم عبارة عن اربع عضلات معدد يعني كل العضلات الضيب معدد عددهم ايه اربع ايه هما بقى العضلات دولة عندنا يعني يعني y extensor DC, قونا صاحبه هو نهايته قونا ناشوف هو رؤية وجه الثصف لذا هل رأيته اللغة termination ولكن نهايته نهايته يبقى Nimäl النهاية النهاية الطرميشات الكريمة هناك ما شرص الترميopher's artery نبدأ بج Francius . من وره كان يعدي الديغروب اللي هم عبرها عن الاربع عضلات وقالك معد الذي إثباني تلك وما Selected term كان إيه؟ الاربع عضلات هم decade preoccupants وهدي ندخل بقى على اخر جوينت عندنا النهاردة وهو ريديو كاربل جوينت او ريست جوينت هو لو هيسهل عليك يقول لك ريست جوينت لو هيرخم عليك يقول لك ريديو كاربل جوينت تفسير الاسم ده ايه انه هو بيبقى ماسك ما بين الريديس والكاربل بون بتاعت الهند اسم سهل يعني الريست جوينت هو هو الريديو كاربل جوينت تنوعه ايه سينوفيا العادي والفاريتي هو الابسويد الفاريتي بتاعه ايه الابسويد قلنا ان الفاريتي ده مهم في اي جوينت احنا تكلمنا عنه النهاردة الفاريتي بتاعه مهم نحفظهم طيب تمام البون بقى اللي بيقول لي الريست جوينت البون من فوق من فوق هنلاقي الريديس بون او الlower end of radius الlower end of radius من تحت اهوات ويدي هنلاقي هنا الارتكولر ديسك مش هنلاقي خالص مش هنجيب سيرة القلمة خالص في الارتكوليشن بتاع الريست جوينت لا هنقول الارتكولر ديسك يبقى الlower end of radius و الارتكولر ديسك وكمان هنلاقي من تحت بقى ايه هنلاقي من تحت القاربل بون طيب هنلاقي القاربل بون كلهم طيب ايه هم القاربل بون دوله هنلاقيهم كلهم لا هنقول لك عامل الارتكوليشن بس مع الاتنين دول الاسكافويد والليونيت يبقى أبوف هنلاقي الlower end of radius والارتكولر ديسك ومن بلو هنلاقي القاربل بون اللي هم اسكافويد والليونيت بس الترايكويتر مش داخل معانا يبقى هنلاقي الاسكافويد والليونيت بس طيب ايه اللي جميلت بقى اللي موجود في ريست جوينت هنا هنلاقي من قدام هنا هنلاقي انتيريور راديو كاربل لجميلت ومن ورا هنلاقي بستيريور راديو كاربل لجميلت طيب هتقول لي من قدام انتيريور وعرفينهم من ورا بستيريور عرفينها راديو كاربل برضو عرفينها من الرادياس عشان بيعدي قدام الرادياس والقاربل بون فسمى انتيريور راديو كاربل لجميلت طيب من ورا هنلاقي من جميع هنا ناحية الالنة هنلاقي الالنر كالاترال لجميلت ومن ناحية الرادياس هنلاقي الراديال كالاترال لجميلت طيب الالنر كالاترال لجميلت هنلاقي ماسك فيه في ال Staylloid Process of Ulna هنا ل Regional Collateral Legament ماسك بين ال är Meck هنلاقيه ماسك ما بين The tip of styloid process of radius والcarbal points نبقى كده خلصنا ندخل بقى على ماشي هنشوف هنا هنشوف على الرسمة ديت من قدام او معلومة مهمة ويقولك بدأ ما يقولك anterior radiocarpal ligament هيقولك بالمر موجود بالمر يعني حيث البالم البالم بتاعت الهند اللي هو كف في اليد ده طيب اسمه ايه؟ بدأ ما يقولك anterior هيقولك بالمر يبقى pulmer radiocarpal ligament اهوات من قدام وهنلاقيه هنا allar collateral ligament عادي وهذه radial collateral ligament ثم من وراء بدأ ما يقولك posterior radiocarpal ligament هيقولك dorsal radiocarpal ligament يبقى بدأ ما يقولك posterior هيقولك dorsal ناحية الدورسل وهنا برضو هنلاقي radial collateral ligament عادي وهذه allar collateral ligament كمان انا اتكلم دلوقتي عن الموفمت قولنا الموفمت مهمة طيب الموفمت عندنا بتاعت الرست جوينت بيعمل ايه؟ بيعمل flexion extension abduction هذه الفلكشن اللي هو بيحرك ايده بيعمل flexion ودي extension ودي abduction ودي adduction اللي هو بيحرك ايده ناحية الانضة كده والabduction ناحية radius طيب هنقول ايه بقى خلينا نحفظ العضلات اللي بتعمل كل حركة flexion اكيد بيعملها عضلة flexor والextension اكيد بيعملها عضلة extensor طيب هنقول ايه بقى flexion بيعملها اي حاجة flexor فليكسور كاربي يعني لو جابلك الكلماتين دولار flexor بتعمل flexion قالك flexor كاربي النارس بتعمل flexion قالك flexor كاربي بتعمل flexion طب الاكستنشن اي عضلة اكستنسور اكيد بيعملها extensor طب ما يقولك flexor extensor كاربي لو قالك extensor كاربي يعني بتروح لحيط الكارب البون extensor كاربي يبقى بتعمل extension على طول سواء بقى extensor كاربي راديالس او extensor كاربي النارس مش هتفرق بقى خلاص طالما قالك extensor كاربي فهي بتعمل extension على طول يعني extensor كاربي النارس و extensor كاربي الراديالس كاربي النارس كاربي تعمل النارس كاربي النارس فى بتعمل و قلت اكستنسور كربي فى بتعمل اكستنسور كربي فالنارس مع tight بتعمل فليكشن ليه؟ عشان قال لي فليكسور كاربي تمام؟ الطابة الابدكشن الأبدكشن لو قال لي رادياليس لو قال لي كلمة رادياليس دي لو لاقتها قدامي فهي بتعمل أوب Demokratية سواء بقى قال لي فليكسور كاربي رادياليس أو إكستنسور كاربي رادياليس تمام؟ آه هوت برضو هذي الفليكشن باللي بيعاملها أي حاجة فليكسور كاربي لو قال لي فليكسور كاربي فأي بتعمل même طيب و متزود معها كلمة Palmaris Longis يعني ان احفظت معيها و تفقق القطأ ايه العضلات المساعدة , يعتبر فيه عضلات اخرى اي حاجة ايه فلقسور يعني flexor degeturum longus , و العضلة اللي بتروح للصابع فهي بتأسست حركة الحركة الحركة هي مش مايلي اللي بتعمل الحركة هي بتأسسته فأى حاجة راحة للصابع flexor فبتعمل إيه assist الحركة طيب الاكستنشن مايلي بيعملها اى حاجة اكستنسور قربى تمام اى حاجة اكستنسور قربى بتعمل استنش طب الاست بقى العضلات الاستنشة لها أي أجل راح لصوابع أي عضلة قرب ردياليس او او نجد اجتورم نجد اه تبقى يراحل الصوابع و انديس بريفيس تبقى اه اسست حركة الأكستنشن تمام طيب الابداكشن أي أجل رادياليس أي أجل رادياليس بتعمل ابداكشن أي حاجل نارس بتعمل أداكشن طب اي الريليشنز بتاعتي الريست جوينت هنلاقي عندنا النيشنز انتيوري و تستيريو و مدير و لاترل من قدام هنلاقي الفلكسور ريتين أكلام الفلكسور ريتين أكلام اللي هي دي تمام الغشاء الابيض ده ايه دي اللي هي تراسفيريز كاربر لجامة الفلكسور ريتين أكلام اهي دي تمام الدليس بالتأكيد من الجميل فأنا نسيء أن الانتيرلي كانت موجودة من قدام واي حاجة كبيرة لها فهي من الريليشنز بالتأكيد من الجميل يبقى موجودة الفلسريني كلام ويوجد كلام موجودة أحيانة تحتها اقلنا اي حاجا قدام pinned compression واي حاجة ورا ممكن اصدار ممكن ديها من قدام flexor maintynenاكلم واي حاجة دب ليها من وراpod extensor الرات PE فيه تحتها structures برضو comparing isntarracture بس يقولك من اثنين grilling وهدي العييييييييي меньه بي ن ningúnقبوت مسأ конечно Może é a 2-6 سوف أقولي النقب b سوف تكون Blast deep to extensor reteneclum مسألThの hexl parallettes ذلك السابق وسوف ألما dsch 힐 chips الد After Arbeit العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتي سوف ت cena بداعه. الارتيريو سبلاي ونرف سبلاي. الارتيريو سبلاي بيكون معد من قدام نلاقي الانتيريور كربل ارش. يعني ايه؟ يعني ازاي شكل ده. الشكل ده هو الارش تمام. فانتيريور كربل ارش ده هنلاقي من قدام. هنلاقي زيه ورا بس اسمه بستيريور كربل ارش. يعني من قدام انتيريور كربل ارش. ومن ورا هنلاقي بستيريور كربل ارش. كربل يعني يعني بيعدي ناحية قدام الكربل بون كده. فانتيريور كربل ارش و بستيريور كربل ارش ارتيز. طيب النيرفز بقى النيرفز الموجودة هنا ايه؟ النيرز موجود. انتيريور انتر اوسيس نيرف. والبستيريور انتر اوسيس نيرف. اللي هم كانوا موجودين في الريديو نزلوا وكملوا ووصلوا للريست جوين برضو وغزوا للمطقة بتاعة الرسل جوينت لما ايه الانتيريو انتر اوسيس نيرف والبستيريو انتر اوسيس نيرف وبكده يا شباب نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة يا رب الفيديو يكون سهل وعرفت اوصل لكم المعلومة خلاص ذا كان اخر فيديو في الترم يا رب الامتحان يجي سهل وتطلعوا منه مبسوطين وتحلوا كويس فيه سواء الاناتومي او باقي المواد ونشوفكم الترمي الجاية على خير ان شاء الله السلام عليكم